موسيقى صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية إسطنبول قمة وحدة تضامن من أجل عدالة وسلام لا عبارة منها تؤكد صدق النيات فلا إسطنبول التركية المستضيفة القمة عاملة على الوحدة ولا القادة متضامنون أو متعاونون بالحد الأدنى لا العدالة عادلة وليس على الأرض السلام لكنهم اجتمعوا الإيراني يأخذ مسافة من السعودي اللبناني يقترب من السعودي يصافح يقبل ولا يجتمع التركي يحاضر في العفا ويعلم الدول كيفية محاربة الإرهاب لكن الرد عليه جاءه من خارج حدود القمة عندما أعلن الرئيس الروسي بلاديمير بوتن أن القيادة التركية الحالية تتعاون مع المتطرفين بدلا من محاربتهم فعلى ما يجتمعون وهل يحاربون أنفسهم؟ وإذا كان لدى الدول الإسلامية العربية حرج في مقاتلة ما صنعته أيديهم فهل لا يرفع الإحراج عن مساندتهم قضية فلسطين؟ وهل لا سمعوا بمصطلح اسمه الاستيطان؟ وإن من كان عدوا لهم يستفزهم اليوم ويقرر على توقيت قمتهم بناء أكثر من 200 وحدة استيطانية سكنية في مستوطنات معزولة في الضفة الغربية كاد تمام سلام يكون وحده فلسطيني القضية بين العرب عندما طالب بعدم السماح للأحداث التي تعيشها أمتنا بأن تنسينا قضية العرب والمسلمين الأولى ومدعونا إلى وضع حد للهجمة الاستيطانية الإسرائيلية معلنا أن إسرائيل هي العدو الأول لهذه الأمة تتفرج على حروبنا وانهياراتنا وتحقق علينا الانتصار تلوى الانتصار من دون أن نرفع إصبعا أو نحرك جنديا واحدا لكن على الأرجح أن هذا الخطاب لا يسعد دولا حاضرة باتت فلسطين وراءها وإسرائيل في عرينها وعلى الأغلب أيضا أن كلام رئيس الحكومة اللبنانية سيجزعج عربا أكثر من نقمتهم على التحفظ عن فقرة إدراج حزب الله في عداد المنظمات الإرهابية صد اسطنبول غير مدون في بيروت التي دخلت عصر الزفت ورفع صور المرشحين وإطلاق عجلات المعركة البلدية إذن حالات كوكساكي سجلت في بشامون والمستشفى يؤكد إضافة إلى حالات الربو والأمراض الجلدية المتعددة فيروس الكوكساكي يزور مستشفى بشامون التخصصي هو فيروس بيصيب أكثر شيء الأطفال لأنه منعتهم قليلة وبترافق مع تقرحات بالجلد وشوية حرارة الحالات اللي عم نشوفها حالات ما بتستدعي دخول مستشفى يعني بيجو على الطوارئ بنعطيهم علاج موضعي وخافض للحرارة وبيفله الكوكساكي أو الحمى الثلاثية فيروس يصيب عادة حديثي السن ويمكن أن يصيب أيضا البالغين مسببا بثورا متقرحة صغيرة في القدمين واليدين والفم تستمر بضعة أيام الحالات اللي إجت ما بتستدعي الهلع بس ما بينفي وجودها ما فينا ننفي وجودها أغلبهم أطفال نعم عم نحكي من تحت 18 سنة طلاب مدارس يعني من الخمسة أربعة ثلاثة عشرة خمسة عشر سنة ماكسموم هيدا أكتر عمر عم نشوف فيها الفيروس زمان حلت المشكل أكيد رح يتفاقم الوضع أكتر ورح نشوف أمراض أكتر وأشد مستشفى بشامون لا ينفي وجود الفيروس أما بلدية بشامون فتنفي البيانة الصادرة عنها من تم الرئيس لدانتي أنه إجوا موقع من المواقع أخذ منه إفادة واحد اثنين ثلاثة عبر التليفون وببايتهم بس هو لمضي ولا كتب ولا حد ختم البلدية صار فيه إجتهاد وإنشاء كل من زار بشامون في الأسابيع الأخيرة شاهد النفايات المتراكمة في كل زاوية بعد قرار صادر عن وزارة البيئة قضى بوجوب توقف البلدية عن إزالة النفايات هي العملية كلها بعد كلمة شيلوا زبلتكم من شيلها وهي الكلمة التنقيل من الكبار مش مننا نحنا هلا صارت الموضوع يمكن نحط كله بمنطقة الجبيل كتر خيرون نحنا ما فينا نقول لا لا لأنه مش طالع بإيدنا شي هيدل مش طالع بإيدنا ليه؟ بس أقول صغير عين بتقوم مخرز شي مين المخرزون اللي عبرت قاومه؟ أنا ما أسمعت أنت بسميت لبردي إن كانت البلدية لا تستطيع مقاومة المخرز فكيف يقاوم الأطفال أو بئة النفايات؟ ليالبو موسى قناة الجديد بعدما أو جريمة ملتبسة في الشويفات ضحيتها مرأة في العقد التاسع والعملة الأجنبية ترقد في المستشفى اعتاد منزل المختار الياس جريديني سمع صوت الجرس بفعل أنهم جيران لمدرسة شارلي سعد لكن ما حدث معهم كان من دون سابق انذار ومن غير جرس ينبئهم أن حريقا يلتهم الطبقة الأرضية من منزلهم وسيؤدي إلى وفاة أرملة جريديني السيدة سامية وهبي في التسعينيات من عمرها القصة لم تنتهي هنا فالضحية كانت تلازمها عاملة منزل من التابعية الإثيوبية بفعل أنها مقعدة وبعد انقشاع الدخان وحضور الأدلة الجنائية والجيران تبين أن الخادمة مصابة بسكين ما عزز الشكوك في أن ما حدث هو بفعل فاعل وليس قضاء وقدر وبدت البنان تشير إلى العاملة لكن حتى اللحظة لم تحسم التحقيقات ما جرى جينا التليفون أنه بيت المختار الياس عم يحترق هو مختار شوي فات قديماً يعني كان ومرته جينا لأينا الحريق مطال غرفة اللي بتقى المطبخ البيت وزوجته الله يرحمها سامية جريديني محروقة وتصانع فيها عندها جروح بوجة وبرقبتها نقلت على المستشفى وإن شاء الله نحن تبين النتيج بأسرى وقت ممكن لحتى ما نخلق أي تأولة مش مقبولة العاملة نقلت إلى مستشفى كمال جملات في المدينة وخضعت لعملية وحالتها مستقرة والقوى الأمنية تنتظر تحسن وضعها للاستماع إلى إفادتها بالحقيقة بعد ما توفرتنا أي شيء من المعلومات بعد الأدلة الجنائية عم تعمل شغلة هون وبصراحة مصيبة كبيرة وحلت على شوي فات وحلت على صديقنا وأخونا أمين جريديني اللي هو زميلنا وعوده مجلس ببلدة شوي فات وإن شاء الله هلأ التحقات والقوى الجنائية بتقدر تفيدنا بأسباب الحريق اللي صار لأنه بصراحة كلنا زهلنا لهذا الخبر هذا وما عدنا نعرفنا شو ما نعمل لأنه كيف صارت سنة تكاهنية كثيرة بتعرف بالدول رأسه للإنسان ولكن إن شاء الله أنه تكون شغلة شيخ غضاء وقدر العائلة لا تزال تحت وقع الصدمة وتتريث في إعلان أي موقف في انتظار جلاء التحقيقات بعدما كبلها ذوها بالسلاسل المعدنية تمكنت منار السورية من الهرب والأمن الداخلي يوقف والدها ويبحث عن شقيقها وكأن الحرب والتهجير لا يكفيان فجاءت المشكلات المتفاقمة بين الوالد والزوج لتضاعف معاناة منار خالد شتوي السورية ابنة العشرين عاما فمنار اختطفت على يد والدها وشقيقها الذين تماديا في تعذيبها إلى حد تكبيرها بالسلاسل الحديدية وربطها بإحكام حول أحد أنبيب الإمدادات داخل منزل قيد الإنشاء استأجره الأب بغرض السكن فيه الجريمة فضح أمرها بعدما تمكنت الضحية من الفرار من منزل ذويها في بلدة تمنين البقاعية وطلب الغوث من إحدى جاراتها ما في الجنزير ولا في شيء كان رابطة بدها كانت تروعها بيت عمي وما كاني خليها تروعها بيت عمي وربطة مشال ما بتروح ما بديها تروعها جوزة سلافات قديمة بينها وبين جوزة وما بديها ترجعها جوزة ملقاينة إلا وحدة جاي عم تسرخ وبإجرى جنزير شو بيكي ما بيكي يا عمي قال لح يدبحوني لح يقتلوني إلي من حشيه هني بيطلع طايم في يومكا ومحاربيني بالحدايد مجانزريني قامت مدركة فكت إيديها وفكت إجرى وهربت من أهلي ووجت له أنها تعاية عم يوصلت ضبينيها نحن قالت أنا عم يحكموا ع بعضهم وقالوا لها بدنا هلها لأمها قالوا لها بتحمي مية ايها وبالتهرية وبتهيئها لتبايح قديني الضار بنكنتها بحيني إني أهلي يعني أهلي بايحة وخيحة وأمها عم ترد عنا ما فيها قتلوها لأمها وش حضوها بشعرة كميلا وأعلنت مدرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنها أوقفت والد منار المدعو خاشين وضبط في حوزته مفتاح القفل الذي كبلها به والتحقيق جار لتوقيف شقيقها المتوارع عن الأنظار تيار المستقبل يؤكد أن الحديث عن السلة المتكاملة جاء في إطار الرد عن سؤال افتراضي وأن حزب الله لم يطرح هذا الأمر في الحوارات الثنائية وهو يرى أن طرح المستقبل لقبوله النسبية غير قابل للتطبيق بعد رفضه طرح الرئيس نبيه بري لقانون نصف أكثر ونصف مختلط من بيت الوسط وفي خلال لقائه أعضاء مؤتمر بيروت تحدث الرئيس سعد الحريري عن سلة جرى الاتفاق عليها في مؤتمر الدوحة حسناً حسناً قد حسناً وكان الحريري قد أشار قبل ذلك في دردشة مع الصحفيين إلى أنه في حال أراد حزب الله سلة متكاملة فإنه يريد أن يكون السلاح جزءا منها إلا أن الحديث عن سلة من هنا وأخرى من هناك يبدو أنه ليس أكثر من كلام إعلامي كان جواب على سؤال افتراضي لماذا سؤال افتراضي؟ لأن حزب الله لا يتكلم عن سلة يعني إذا تلاحظ بكل الإعلام وكل مواقف وما عندنا سمعنا أن الحديث عن سلة دائما جواب الرئيس سعد الحريري المقصود منه والبراد منه هو أمر واحد وحيد المطلوب انتخاب رئيس جمهوريين قطاع السطر مصادر حزب الله هكدت أن الحزب لم يلجأ إلى طرح سلة في أي من الحوارات الثنائية مع المستقبل إنما هذا الحوار لمعالجة مسائل حياتية واقتصادية ولم يدخل في المسائل السياسية الضيقة وأن هذا الحوار يساهم بفاعلية في معالجة أي إشكال يقع في بعض المناطق بين محازبي الفريقين في حوارنا حاولنا السعي باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهوريين هذا الأمر لم نوفق به حتى اليوم موضوع تخفيف الاحتقان الداخلي محقق يعني الحد الأدنى إذا جاز التعبير من الأجواء الملائمة والمناسبة لتخفيف هذا الاحتقان الداخلي وتحديدا على المستوى السني أشياء وعن القانون الانتخابي بعد إخفاق اللجنة في التوصل إلى صيغة مشتركة تقول مصادر حزب الله إن التنازل الذي قدمه المستقبل يقضي بالقبول بالنسبية باستثناء مناطق صيدة وبشري على أن تبقى هذه الدوائر خاضعة للنظام الأكثري وأن تشمل النسبية ستين نائبا على أن ينتخب الثمانية والستون الباقون من أعضاء المجلس على القانون الأكثري وتتابع مصادر حزب الله قائلة إن هذا الأمر غير منطقي ذهبنا باتجاه القانون المختلط وهذا الأمر كنا نرفض في السامق النسبية جملة وتفصيلا في ظل وجود السلاح على الطرف الآخر كذلك أن يتنازل لما فيه مصلحة البلد ليس يتنازل لتائر المستقبل أو للقوات أو للحزب الشاكل لا هناك مصلحة عامة في البلد يجب التنازل لها التنازل يكون للبنان ولمصلحة اللبنانيين هذا الأمر لم يحصل حتى الآن أما تشريعيا فيبدو أن نتوجه حزب الله إلى المشاركة في الجلسة انسجاما مع قناعته المتطابقة مع تلك عند الرئيس نبيه برري بأن البلاد باتت بحاجة ماسة إلى العودة التشريع وفي هذا الإطار عالمت الجديد أن الرئيس سعد الحريري وعد برري بحضور الجلسات عند الدعوة إليها باسل العريض القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد في اسطنبول وشعارها الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام وتعد الأولى على الأرض التركية منذ القمة الأولى التي عقدت في المغرب عام 1969 أشعر بالألم لأنني أتحدث من على هذا المنبر باسم لبنان بديلا من متحدث أصيل هو رئيس الجمهورية اللبنانية الذي لا يزال مقعده شاغرا منذ قرابة عامين بهذه العبارة استهل رئيس الحكومة مام سلام كلمته أمام زعماء قمة منظمة التعاون الإسلامي الثالثة عشرة التي تواصل أعمالها في اسطنبول آملا إنجاز الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن لكي يعود التوازن إلى المؤسسات الدستورية وتستقيم الحياة السياسية في لبنان ولكي يأتي الرئيس المسيحي الماروني إلى المحافل الدولية متحدثا باسم لبنان بلد العيش المشترك وتوقف سلام عند الإرهاب وتبعاته في المنطقة ومنها أزمة العسكرين اللبنانيين المختطفين لدى داعش والعب الهائل المتمثل في وجود قرابة مليون ونصف مليون سوري نازح على الأراضي اللبنانية مناشدا المؤتمرين إلى هذه المسألة العناية التي تستحق معلنا الرفض المطلق لأي شكل من أشكال التوطين وعلى هامش القمة كان سلام بين سلام والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والتقى سلام أيضا عددا من الرؤساء والمسؤولين هناك ازدواجية في الموقف من الإرهاب ويجب إعادة النظر في المنظمات الإرهابية ولا بد من مكافحة الإرهاب في الميدان عبر تشفيف المصادر المالية والبشرية وأقترح مركزا للتنصيق والتعاون الأمني يكون مقره اسطنبول كما أطالب بمقعد دائم لدولة مسلمة في مجلس الأمن تتمتع بحق الفيتو تؤكد مصر ضرورة التوصل عاجلا إلى حل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري بالتغيير ويسمح بمجابهة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانطلقت قمة منظمة التعاون الإسلامي وسط أجواء الخلافات الخليجية الإيرانية التي تجلت في مشروع البيان التي صدر عن اجتماعات وزراء الخارجية والذي يدين ما وصفه بتدخل إيران في شؤون الدول العربية كما يدين ما وصفه بالاقتراح السعودي بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها حزب الله في سوريا والعراق واليمن القمة تستمر يومين ويشارك فيها سبعة قادة جدد لتوليهم الحكم في بلادهم بعد قمة القاهرة في شباط عام 2013 وأبرزهم الرئيس التركي والملك السعودي وأمير قطر وتعد هذه المشاركة الأولى للرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الخارجية البحراني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أشاد بكلمة رئيس الحكومة تمام سلام في قمة اسطنبول معتبرا أنها تؤكد عمق العلاقات بين لبنان ومجلس التعاون الخليجي وقال وزير خارجية البحرين في حديث لصحيفة المستقبل إن لبنان في القلب لكن هناك تهديدا لدول مجلس التعاون متمثل بحزب الله الذي لا يزال يدرب ويحرد ويعمل على تهديد أمن البحرين ولذلك نحن سنبقى على الموقف الذي اتخذناه إلى أن يغير هذا الحزب ومعه إيران سلوكهما تجاهنا بعد الفاصل أربع نسوان يلحقنا مبان أهلا من جديد زفت وصيانة وصور على الجدران كلها علامات تشير إلى تحضيرات الانتخابات البلدية تسفيت الحفر في الشوارع إضافة إلى توصيع الأرصف المخصصة للمشات وتحسين إنارة الأعمدة هذه الأعمال وغيرها من أعمال الصيانة في الشوارع والخدمات العامة لا يشهدها اللبنانيون إلا مع اقتراب استحقاق انتخابي والانتخابات البلدية على الطريق حسب ما سمعت هلا هم بيقولوا أنه هون بالأشرفية عاملين إخراجات ايد فور فري فاتحين على مين ما بدو كرمال انتخابات هلا؟ هيك لا يا ها أنه بلشت هيك الخبرية شوي تحت ده شو اسمه تتحرك هنا عم بيعملوا المبيت عم بيغيروا هالشي وهذا با كرمال مشان اللي احتفلات هتنتخي بلا لك يان طلع شي القانون قالوا في مخاطرة قالوا في بلدية عم نسمع هايدي القصة خلي طعموا العالم العالم جيعي جعاني شيلوا على الدول برغش والأمل والسبان لا ما بطعت أنا نحنا بطلون ضيعة صغيري بتكون متوافق ما بنعم الانتخابات بموازات الزفت بدأت تنتشر على الجدران والأعمدة صور المرشحين في الانتخابات البلدية والاختيارية وقلق يا أهلا خلي صوروا وحطوا صورة نبيل بره وسعد الحريري والسانيورة أبو ميل مين بعد فيه السيد ما بينزلنا لقول على الانتخابات نقول له وحط له الوزراء تبعو له ونحط لهم ليش مشكل لا نشوف الله شو بطل يطلع من العمر خليهم خالصونا من رئاسة قبل انتخابات البلدية خليهم خالصونا من رئاسة الجمهورية قبل في انتخابات بلدية بس يمكن ما يعملوا شيء مثل الله ما خطير في مشاكل كثير في صعوبة كثير بالانتخابات بالزحنية ببيروت يفتقر اللبنانيون إلى كثير من الخدمات العامة والمسؤولون يتجاهلون أصواتهم والحرمان اللاحق بهم لكنهم يتذكرونهم عندما يحتاجون إلى أصواتهم الانتخابية وككل انتخابات ينسى اللبنانيون حياتهم الزفت لينتخبوا من زفته أكثر عائلة المقدم الشهيد ربيع كحايل تستنكر قرار تخليات سبيل إلي ضو الجيش يوقف حسين محمد لحجيري لمشاركته في أعمال إرهابية وأخبار أخرى في هذه البانوراما المحلية وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل إبراهيم على طلب تخلية سبيل إلي ضو بكفالة مالية وكان إلي بمرافقة الفار من وجه العدالة هشام ضو المتهم بقتل المقدم الشهيد ربيع كحيل وكان موقف لعائلة الشهيد بعد إطلاق صراحه اليوم انصدمنا بهذا الأرار غير محق ولا يستند إلى صند قانوني واتخذ بطريقة اعتباطية من هنا نحن نطرح سؤال أمام الرأي العام وأمام زملاء أولى ربيع كحيل بالجيش اللبناني الضباط والأفراد والعسكريين موجودين بصفوف الأمامية بلن نقول لهم هل يعقل لمن قتل ضابط في الجيش اللبناني أن يعتبر بطلا ويكافى بإخلاء السبيل نوجه نداء لدولة الرئيس بر ولجميع المسؤولين وخاصة دولة الرئيس بر لأنه هو أستاذنا وهو رئيسنا وهو زعيمنا نتمنى على أنه هو ينظر بهذا الموضوع ياخده بعين الاعتبار وينصر به نظرة حقانية أعلنت مدرية التوجيه في الجيش اللبناني أن قوة من الجيش أوقفت في منطقة وادي حميد عرسال المواطن حسين محمد الحجاهري المطلوب لمشاركته في تواريخ سابقة بتنفيذ أعمال إرهابية ضد الجيش وقوة الأمن الداخلي في بلدة عرسال وذلك في أثناء محاولته تهريب نحو 75 كيلو جراماً من مادة الكيماوي ونحو 100 لتر من مادة المزوت من بلدة عرسال باتجاه الجرد إلى ذلك نفت المدرية العامة للأمن العام في بيان لها ما ورد في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية من أن اللواء عباس إبراهيم طلب إلى المحام نبيل الحلبي مواصلة عمله في ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش وأكدت المدرية أنها غير مسؤولة عن الأخبار التي لا تصدر بموجب بيانات رسمية عنها داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقلها الأخبار لا سيما المتعلقة بقضية العسكريين المخطوفين لما لها من بعد إنساني استقبل البطريارك الماروني ماربشار بطرس الراعي في بكركي وفدا من سفراء مجلس التعاون الخليجي وبعد اللقاء تحدث السفير الكويتي عبد العالي القناعي عن موضوع اللبنانيين المبعدين من الكويت لم يرحل أي لبناني عن دول الخليج اعتباطا أعطيني أي مبعد لبناني من دول الخليج سواء كان شيعيا أو سنيا أو مسيحيا أو درزيا أو أي كان أبعد لسبب غير قانوني رفضت كتلة الوفاء للمقاومة الإساءة إلى المقاومة في المحافر الدولية مطالبة الحكومة بالوقوف في وجه هذه الأفعال تدين الكتلة الضغوط التي يمارسها النظام السعودي في الاجتماعات المتصلة بالقمة الإسلامية من أجل الإساءة إلى حزب الله وسمعة مقاومته وهو ما يوجب على الحكومة اللبنانية الوقوف ضدها بحزم ودون تردد باعتبار أن حزب الله المقاوم هو مكون أساسي في الحكومة وفي البلاد كرمت الجالية اللبنانية في ولاية ديربورن الأمريكية وفداً أمنياً لبنانياً يترأسه قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي في حضور نواب وديبلوماسيين وأمنيين وعلماء دين أكد الأيوبي أهمية التواصل بين الاختراب والبلد الأم ناقلاً تحيات اللواء إبراهيم بصبوس إلى جميع المختاربين وفي الختام قدم العميد الأيوبي درع قوى الأمن الداخلي إلى رئيس بلدية ديربورن وجرى قطع قالب حلوى جمع العلمين اللبناني والأمريكي وشعار قوى الأمن الداخلي وزير التربية الياس بوصعب يشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي توقت بين واشنطن ونيويورك وفيها جلسة مخصصة للبنان تتعلق بدعم خطة الحكومة اللبنانية لتعليم النازحين والسعي لرفع مساهمات الجهات المانحة واستمرار التمويل تقرير من واشنطن ليمنى فواز تحت عنوان يوم المشرق خصص البنك الدولي في واشنطن في اجتماعات فصل الربيع السنوية يوماً كاملاً لنقاش تأثير الأزمات على المناطق الحدودية ومنها اجتماع بين وزير التربية ليسبو صعب النائب ياسين جابر ومفوضية اللاجئين والبنك الدولي للنقاش حول تأثير الأزمة السورية على دول الجوار واتخذ لبنان نموذجاً وكانت لأبو صعب كلمة حازمة اللهجة تحدث فيها عن النقاشات والوعود منذ سنوات بمساعدة لبنان من دون نتيجة مؤكداً أن الحل الوحيد لأزمة النازحين هو الحل السياسي في سوريا أنه باللبنان نحن النازحين اللي موجودين عنا هو لنزوح مؤقت لازم يرجحوا على سوريا لأنه منهم لاجئين في فرق بين اللاجئ وبين النازح هيدا شعب بكامله نزح بسبب الحرب هيدا منه لاجئ سياسي بالتالي اللي نحن عم نجرب نقولها لمجتمع الدولي أنه نحن عم نتحمل هالعبئ وفعلاً لبنان اليوم بمأزة لأنه من ميلة نحن إنسانيين وبدنا نساعد ومصرين بس من ميلة تاني صرنا خايفين إذا رح يضل لبنان موجود لبنان اللي بنعرفه لبناننا نحن هيدا الرسالة اللي حبيت إلونيها اليوم أنه ما كتير تنبصوا أنه لبنان قادر يتحمل هالقد لبنان ما بيقدر يتحمل إلى مالة نهاية لبنان ما بيقدر يتحمل إذا ما كنتوا واقفين معه لتساعدوه رسالة الأساسية نحن بحاجة اليوم لبنان بحاجة اليوم لمساعدات أكتر من أي وقت مرأة وبحاجة لمساعدات أول شيء هبات تاني شيء إذا كان لبنان ياخد قروض مع فوائد بالماضي لبناء البنية التحتية لبناء مدارس ومستشفيات لللبنانيين إجا الوقت اليوم ينعطوا من غير فوائد وينعفى من بعض الديون اللي كانت على لبنان بالماضي من جهته أشاد البنك الدولي بالعمل الذي قام به لبنان منذ حدوث الأزمة السورية كنموذج يحتذى به مؤكدا دعمه للبنان بإعطائه قروضا من دون فوائد تدفع على مدى خمسين عاما ضمن النطاق القانوني المسموح به في لبنان وأوضح أبو صعب بعد الاجتماع أن النازح السري ليس لاجئا كما أكد أبو صعب أن لبنان يحتاج إلى مساعدته كدولة وخلص الاجتماع الأول إلى تحميل المجتمع الدولي مسؤولية تأزم الوضع في لبنان وتحميله عبء النزوح من دون تقديم المساعدات اللازمة وطلب الكفة عن الوعود والقيام بحلول جادة على أن تستكملوا الاجتماعات في الأيام المقبلة من واشنطن يمنى فواز قناة الجديد لبناني يستنجد بالجديد بعدما احتجز وزوجته في اليونان وهو يحاول السفر بطريقة غير شرعية ثلاث أطفال نايمين تحت خيمة في الشامس هذه الصور وصلت إلى قناة الجديد من جزيرة كيوس في اليونان وهؤلاء جميعهم لاجئون هربوا من بلاد الحرب في سوريا ومنهم من هرب من بلد الحرمان لبنان المواطن محمد عواضة من بلدة القنطرة الجنوبية سافر إلى تركيا مع زوجته لينتقل منها إلى بلد آخر بطريقة غير شرعية وهو اليوم يعيش وزوجته على الرصيف في اليونان بعد احتجازه ولا يملك أوراق ثبوتية لحنا بلشنا من تركيا وتمنجينا من تركيا أساس نجي شرعيين بالبسطورات يضبطونا وراءنا وكل شيء محطونا بحرش وشلحونا البسطورات وبالصالب السلاح وصالبون أطلعوا بالشخطورة معاش فينا نقدم نحكي شو شلحونا البسطورات عادونا عشرة أيام مثل معتعل هو معتعل كيوس مكتوب معتعل كيوس مكتوب بعد أربع خمس أيام تضيقوا اليونانية حزب اليساري بعد نهار خمس ومضى كنا قاعدة أنا أمرتي حاربت ورحت عدت أوتيل أنتو عديش لكم راحين هلا من هون تقريبا شي واحد وعربين واحد وعربين يوم نحنا كل العالم قلت في هذه الطريقة لسبب معين وفهمكم بزيد إلاج بالبناء لأنهم لمعيشة لبناء مرتي مثل قبل أنا جيت لسبب لسبب ديوني لعيش بكرامتي أنا مشي حاسبوني أنا بس أنا أمرتي لأنهم قوني لبناء لليجي إطرت مثل مثل أنا واحد بشري مثل أنا واحد بقى إنساني ما حاسبون بقى الأغلب كل الناس بتغلاط كل العالم بتغلاط خلي تجي تشوف الأمهم ولا حمامات تعني حماموا على الطريق يعترف محمد بخطائه ويناشد وزارة خارجية بلده التحرك لحل وضعه ويؤكد عوضة أن من بين العائلات اللاجئة أطفال ونساء حوامل يبيتون في الخيم وفي الشوارع خيم وشوارع يفضلونها على حال عيشهم في بلد مرقد العنزة ثمانية مرشحين لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون بينهم أربعون نساء بعد عشر سنوات من توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة ولايتين تنتهي أواخر هذا العام ولاية بانكيمون الثانية لهذا المنصب أما المرشحون لخلافته فهم ثمانية أشخاص أربعة رجال وأربع نساء ومن بين المرشحين الأوفر حظا مديرة اليونسكو البلغارية إيرينا بوكوفا ورئيسة مجلس وزراء نيوزيلندا السابقة هيلان كلارك التي تتولى رئاسة برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمفوض الأعلى السابق للاجئين البرتغالي أنطونيو جوتيريس وللمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة يقدم المرشحون لهذا المنصب عرضا شفهيا يستعرضون فيه إمكانياتهم كما يجيبون عن أسئلة تطرحها عليهم الدول الأعضاء والمجتمع المدني وستبدأ عملية الاختيار الفعلية في تموز بين الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأم وبعد ذلك بشهرين سيطرح المجلس اسما واحدا على الجمعية العمومية للمصادقة عليه فهل تشغل أمرأة هذا المنصب وتكون الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي هيمن على رئاستها الرجال منذ عام خمسة وأربعين بعد الفاصل السيسي مبرر عن إهداء جزيرتين أمي ألي أني مطمعش في حد والديت الله يرحمها أهلا بكم من جديد الأمطار تغرق المملكة العربية السعودية والخسارة بشرية قتل عدد من الأفراد وفقد آخرون نتيجة السيول التي اجتاحت عدد من المحافظات في المملكة العربية السعودية بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت في الأيام الماضية متسببة بخسارة مادية كبيرة بعدما اجتاحت المياه المحال والبيوت وأغرقت الشوارع وتوقفت حركة السير وتعطلت دراسة في العاصمة ومناطق أخرى وأكد دفاع المدني في منطقة جزان الحدودية مع اليمن وفات شخصين وإنقاذ ثمانية عشر آخرين إضافة إلى إصابة ستة بينهم ثلاثة منقذين نتيجة السيول في عقبة الصلالة وأبو عريش وأدت الفيضانات أيضا إلى انهيارات صخرية في بعض المناطق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يثير موجة انتقادات في أول خطاب له بعد التنازل عن جزيرتين واللي علمتني دي والدتي قالتلي ما تطمعش في إيد الناس حتى لو كان ده اللي في إيد الناس ده والدك أقول تاني اللي علمتني اللي أنا بقول لك عليه ده إن ما تطمعش في حد ولديت الله يرحمه بهذه الكلمات جاء أول تصريح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن قضية جزيرتين تيران وصنافير طب ايه رأيك هذا مزيكا في سياسة الوفاق سياسة الوفاق يعني يا بخت من وفق رسمة الحلال وهذا مشهد من مسرحية المتزوجون رد به ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي على خطاب السيسي حيث أطلق على تويتر هاشتاج أمه قالتله عبر فيه مغردون عن سخريتهم من مقاربة رئيسهم لموضوع الجزر قل لعلمتني دي والدتي هلتلي ما تطمعش اللي في إيد الناس خطاب السيسي أمام ممثلي المجتمع المصري أثار انتقادات صحفيين ووسائل إعلام عدة ده منطق الدول ده منطق الدول ان انت ما تطمعش في إيدي اللي غيرك بس غيرك يطمع في اللي بإيدك يا عمي أنا مالي ومالي ست والدتك الله يرحمها واستكمالاً لم يجد الرئيس المصري ما يرد به بشأن قضية الجزر سوى طلب السكوت من المعترضين أنا قلت كلام كتير في الموضوع دوت وخليني أحسنه أو أنهي يعني من فضلكم أرجو أن الموضوع ده أرجو الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني الإنسان يبدأ رحلة إلى أقرب نجم إلى الأرض بحثاً عن آثار للحياة هذان الرجلان يخططان للوصول إلى أقرب نجم هما الملياردير الروسي يوري ميلنر وعالم الفيزياء الفلاكي الشهير ستيفن هوكينغ وقد أعلن ذلك في مؤتمر صحفي في نيويورك ويطمح الرجلان إلى إطلاق ألاف سفن الفضاء الصغيرة إلى منظومة النجوم ألفا كونتوروس وهي أقرب نظام نجمي إلى الأرض وذلك ضمن مشروع قد يستغرق سنوات السؤال هو كيف لنا أن نسافر بسرعة أكبر وبمسافة أبعد كيف لنا أن نؤدي هذه القفزة الكبيرة للمرة الأولى في التاريخ لن نكتفي بمراقبة النجوم بل سنتمكن من الوصول إليها أما هوكينغ الذي يتحدث عبر برمجية صوتية فقال أرى أن ما يميزنا ويجعلنا فريدين نحن البشر أننا نسعى دائما لتجاوز حدود مقدرتنا ويأمل العلماء أن تستطيع الكاميرات المنصوبة على متن المسبار من إثبات وجود كواكب تصلح لعيش المخلوقات الحية في تلك المنظومة والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الجمعة 15 نيسان 2016 ونبدأ مع النهار مرور آمن للبنان في القمة الإسلامية أولاند غدا في زيارة التعبئة والدعم القمة الإسلامية تنبذ الخلافات المذهبية وتتبنى مركزا مشتركا لتنسيق مكافحة الإرهاب في السفير فضيحة الإنترنت رؤوس كبيرة ستقع إلا إذا مجلس الأمن يحبط محاولة سعودية لتصنيف حزب الله إرهابيا القمة الإسلامية ترفع شعارات ولا تخمد النار تدوير زوايا يخفف علانية خلافات إخوة الدين ننتقل إلى الأخبار أولاند في بيروت لا دوحة جديدة الشراكة في الكهرباء مقدمو الخدمات فاشلون ننتقل إلى الأنوار إجماع في القمة الإسلامية على مكافحة الإرهاب ولبنان ضد توطين النازحين كتب رفيق خوري بالأنوار لبنان والقمة الإسلامية أبعد من الورطة والحرج الراعي لسفراء دول الخليج نتمسك بالمحافظة على علاقاتنا البناء ست طائرات إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية أما في الديار استياء الرياض من التحفظ اللبناني جعل لقاء السلام والملك مجرد مصافحة أولاند سيلتقي حزب الله التيار والقوات بلديا في المدن المسيحية الكبرى تسليم وتسلم في القمة الإسلامية ولا مصالحات ولا مصافحات في المستقبل كلام ندي بين العهل السعودي والسلام ووزير خارجية البحرين يأمل تغيير سلوك حزب الله قمة إسطنبول تدين إيران ولبنان متضامن مع العرب مجلس تنسيق سعودي تركي أما في البناء قمة إسطنبول فشل سعودي بإذانة إيران وتجريم حزب الله وبيان تقليدي العراق يخرج عن السياق ويخلط الأوراق وسوريا تستعد لجولتين حلب وجناب سلام صافحة سلمان بلا لقاء ومطالبات بقطع علاقة لبنان بالمحكمة إذا اتهمت ننتقل من البناء إلى عنوين اللواء لا مصافحة بين الملك سلمان وروحاني ومجلس تنسيقي سعودي تركي قمة إسطنبول إذانة التدخلات الإيرانية ودعوة لإنهاء الإقسامات المذهبية اهتمام أمريكي مثير قبل وصول أولند والسلام يؤكد على الإجمع العربي ورفض التوطين مبادرة كتابية قريبة وجمال عيتاني مرشحا لرئاسة بلدية بيرول أما في البلد سلام يصافح سلمان ولقاء خالجي في بكركي الجيش يهاجم في حلب والمعارك أو عفوا والمعارضة لحكم انتقالي البرلمان العراقي يقيل رئيسه ننتقل إلى الجمهورية وفيها لقاء عابر بين سلمان وسلام قمة إسطنبول لتجاوز الخلافات المذهبية العقورة الهاشميون يرفعون الفيتو عن العرش البلدي إلى الحياة وفي عنوينها تركيا تتسلم رئاسة قمة العدالة والسلام وأردوغان يقترح إعادة هيكلة مجلس الأمن وهيئة أمنية لمكافحة الإرهاب خادم الحرمين مع وقف جد لحفظ أمن العالم الإسلامي وسلامته إقالة الجبوري تعمق الانقسام الطائفي في العراق وأخيرا مع الشرق الأوسط وعناوينها قمة إسطنبول تدين إرهاب حزب الله باعتراض أربع دول وإيران استسلمت لقرارات تجيب تدخلاتها بعدما وجدت نفسها معزولة خادم الحرمين لقادة الدول الإسلامية المطلوب وقف جد لمنع تدخلات الطائفية كان في النشرة ثلاث نساء واحدة مطعونة وأخرى محروقة والثالثة مكبلة قال لا يتباحوني لا يقتلوني إلي من حشيي هني بيطلع طائم في يومكا ومحاربيني بالحداية وفي بشامون جريمة صحية يرتكبها فيروس كوكساكي زمان حلت المشكل أكيد رح يتفاقم الوضع أكتر سلة الحرير المتكاملة لم يطرحها حزب الله لأنه حزب الله ما بيتكلم عن سلة الزفتو يقترع ولكل صوت إخراج أي دباليش نوانا بالأشرفية عاملين إخراجات أيد فور فري فاتحين على مين ما بضو بهذا نأتي إلى ختام نشاتنا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء عند العشرة والنصف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر